بسم الله. ازاي بيجي الامتحام بتاع ريفت امي بي. بيجي عن طريق نو يديني خطوات. وبعد كده بيقول لي لما تنفس الخطوات دي الرقم اللي يطلع لك ايه. يعني على سبيل المسال ممكن يقول لي افتح الملف الفلاني روح للدر التاني. امسك المكناة دي مسلا. المكناة ديت. هاتلي ايه الخاصية مسلا تتاعت الاستاتيك بريشار او الدريم في لو او ممكن يقول لي مسلا على حاجة موجودة لازم يدخل قد الطيب جواها. يعني مثلا يقول لي طب اذكر اسم الموديل بتاعت المكناة ديت. تمام. فهتلاقي الخاصية موجودة في قلب الخصائص. اللي هي موجودة مثلا في اليدت طيب. او ممكن تكون حاجة معمولة للوحدة دي بس. هتلاقيها موجودة في الحاجة البر. طيب. ممكن يقول لي تاني. يقول لي تعال افتح اللوحة ديت. اكتب تيكست هنا. يقول لي اكتب تيكست. نوع تيكست مثلا. اه. خمسة مليمتر اريل. تمام. ويقول لي اكتب. تمام. ويقول لي مثلا هكتب مثلا ريفيت ميب. طيب. يقول لي بعد كده ايه بقى. يقول لي هاتل مثلا الارتفاع بتاعها. تمام. فنقعد يدور بقى. ممكن تيجي هنا. عدد طيب. وتشوف. ساعة هو بيطلب. يعني. في الانتحانك الطلب الويتس فاكتور. قد ايه. تمام. خلي بقى انت لو غيرت هنا. ممكن تلاقي الويتس فاكتور ده تغير معيك. فلازم تكون محدد اللي هو عايزة بالضبط. لان في بعض الطيب بيكون مختلف. فتني نفس الرقم دوت. او يقول لك مثلا تكستي سايز قد ايه. او التاب سايز قد ايه. تمام. فالرقم اللي هيطلع لك هو اللي تكتبه. تمام. ممكن يقول لك حدد الميكانيكا اللي كوب منت ديت. تمام. شوف بينها مسافة قد ايه. وبين الايه. تمام. فتروح مشغل بقى الديمانشن بتاعك الحلوة دوت. تقول له من الايه. اللي هنا هطلع معك ايه 3640. يعني البحث هلق. لا افش ما يعني. لو قال لك اعمل تقريب قرب. لو مالكش اعمل تقريب انقلها زي ما هي.